الفجوة الأساسية في القدرات الدفاعية الأوروبية سببها القيادة السياسية هذه خلاصة تقرير أصدره مؤتمر ميونخ للأمن الذي انعقد في فبراير الماضي وبحسب الوفيقة أكبر الملامين هما فرنسا وألمانيا اللتان تخلى فتاة عن الركب فمن جهة واجهت برلين انتقادات متكررة لغيابها عن مسائل الدفاع بالاتحاد الأوروبي ومن جهة ثانية ينظر إلى باريس على أنها تسعى وراء مصالح الصناعية محدودة وليس المصالح الأوروبية الجماعية وهي عوامل من بين أخرى أثرت على مصداقية الجانبين ومنعت أوروبا من تعزيز التعاون الدفاعي الضروري للتعامل مع النزاع الروسي الأوكراني وفقا لتقرير مؤتمر ميونخ للأمن وبحسب التقرير بدأ ذلك واضحا عندما تردد كلا البلدين في البداية حيال إمداد أوكرانيا بالأسلحة هذا بالإضافة إلى تجاهلهما الدائم لمخاوف أوروبا الشرقية بشأن روسيا ومبادرات الدفاع المشتركة وعلى هذا الأساس شدد تقرير ميونخ على أن استعادة فقة الاتحاد الأوروبي تقع على عاتق ألمانيا وفرنسا وهي مهمة لن تكون بالسهلة في الوقت الراهن في ظل تباين وجهات النظر بين البلدين بشأن خطة الدفاع الجوي الأوروبية التي اقترحتها برلين ترجمة نانسي قنقر